أكثر من قضية مهمة عايزة أتكلم فيهم في فقرات متناوعة في حلقة النهاردة بس أنا حتدي بموضوع عبدالله السعيد لأنه النهاردة الصبح إحنا اتفاجئنا بتصريحات لعبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي سابق ولاعب ترامدز الحالي ونجم منتخبنا الوطني فترة من الفترات هو لاعب على المستوى الفني طبعا فيش حد يختلف على إمكانياته وقدراته ومهاراته وأخلاقه كمان واحترام كل الكلام ده يعني إحنا مش مختلفين عليه تماما يعني لكن في كل الأحوال النهاردة تصريحات فيه ده أتليتك الصحيفة الإنجليزية وتصريحات يمكن مش عايزة أقول مفاجأة شوية لكن هي كانت مستغربة وميتكلم فيها عبدالله السعيد من وجهة نظره من وجهة نظره لكن لازم نقف عند التصريحات دي ونوضح بعض الأمور عشان القصة كلها تبقى واضحة للمشاهد وللجماهير بمختلف انتماءاته هو يعني عبدالله السعيد بيتكلم على أن الأهلي بيحاول تدمير مستقبلي وتوقيعي للزمالك أتى المسئولين فخلينا نقف عند التصريح ده بالتحديد وللقصة هاستعرض بقية التصريحات لكن أول حاجة من إمتى كابتن عبدالله من إمتى ياريت لو تجبوا لي التصريح اللي أنا قلته ده من إمتى كابتن عبدالله والأهلي بيقف قدام مستقبل أي لعب من اللعبين هاتلي كده على مدار التاريخ الأهلي دمر مستقبل مين ده الأهلي أهو التصريح لقدام حضراتكم ده الأهلي اللي وقع ليه محمود عبدالرازق شكبالة نجم النادي الزمالك بإرادته وهو رجع من باوك اليوناني وكان متواجد في النادي الأهلي وليه فيديو بيقول أنا حلعب في النادي الأهلي ده كل أنا أعرفه أن أنا حلعب جوة النادي الأهلي تمام؟ ووقع وكل حاجة خلصت وشكبالة في التوقيت ده طبعا موهبة عظيمة موهبة جبيرة جدا ورغم كده لما جيه شكبالة طلب العقود عشان رغبته أنه هو يروح نادي الزمالك خد العقود وفيها بوسه من غير أي مشكلة رغم أن الأهلي كان ممكن يعمل أزمة لشكبالة أنا أجيب لك بقى أبرز مثال كان ممكن الأهلي يعمل ساعتها أزمة لشكبالة يقول لا وأنا أعطل انتقال شكبالة بقى عشان زمالك ما استفدش منه ده اللاعب ماضي معايا وكل العقود سليمة 100% وممكن أوقفه لكن الأهلي أكبر من كده بكتير يا كابتن عبدالله الأهلي أكبر منه هو يدمر مستقبل لاعب وأنا حجيلك الأهلي ليه؟ بيحاول يجيب حقوقه حنيجي للجزئية دي نتكلم فيها بشكل مفصل برضه عشان الأمور تبقى واضحة للناس قادي مثال شكبالة تعال نروح للعب آخر الكابتن حسني عبدالربه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية في وسط الملعب في حد يختلف على كده مستحيل قدرات إيه وإمكانيات إيه ولعب كل المقاومات عنده هدفه ويقدر يعمل كل الوظائف المطلوبة من أي لعب في نص الملعب لعب منتخب مصر راجع من سراسبورغ ماضى مع النادي الأهلي والأمور كلها خلصانة وكان الأهلي كان يبقى عنده حتة خط نص ساعتها كابتن محمد شوقي وكابتن حسني عبدالربه الخط النص الأساسي لمنتخب مصر اللي واخد بطولات أفريقيا قد كده مع المنتخب وكل اللي قصة خلصت لكن لما حسني عبدالربه طلب العقود بتاعته الأهلي يداله العقود وفيها بوس تفضل يا كابتن حسني احنا منقفش في مستقبل حد حتى لو احنا اشتكينا كابتن حسني بأنه مضى مثلا للأهلي وعايز يمديل إسماعيلي فممكن يتوقف الكابتن حسني عبدالربه لكن الأهلي برضو يا كابتن عبدالله أكبر من كده بكتير بلاش الكابتن حسني عبدالربه الكابتن واقل الأباني الكابتن واقل الأباني ده في التوقيت اللي مضى فيه للنادي الأهلي كان أفضل لبرو في مصر أفضل لبرو في مصر طبعا كان فيه إبراهيم سعيد ده كان حاجة جامدة جدا وجهة نظر يعني إبراهيم سعيد ده مجاش واحد زيه في مركزه كان لبرو دي قناعاتي ووجهة نظري لكن في كل الأحوال جيت كابتن وائل الأباني مضى للأهل وكل حاجة خلصانة ماشي ولعيب دوه النادي الأهلي ما فيش أي مشكلة خالص وبإرادته بكامل إرادته لما الناس مسؤولي نادي الزمالك عارفوا أنه مضى للنادي الأهلي راحوا حاولوا يكمعوا يا كابتن وائل وبيتك ومش عافيه اقتنع الكابتن وائل الأباني طلب عقوده من النادي الأهلي النادي الأهلي عمل إيه؟ ما فيش أي مشكلة خالص أنا جيب لك ثلاث لعبين حاجة جمدة قوي وبعد كيه الأهلي جاب الكابتن العماد أنه حصله كله طبعا في الإمكانات على الكابتن وائل العباني في التوقيت ده تمام؟ وحقق بطولاته ومشعفيه ويمكن الناس دي هما اللي خسروا النادي الأهلي لأن الأهلي كان داخل على جيل عظيم بألقاب وتاريخ صعب يتعوض لأي لعب من اللعبة لكن في كل أحوال الأهلي احترم رغبة هؤلاء اللعبين ومرضيش يقف في سكتهم ولا في استقبلهم فيه بقى غيرهم على فكرة فيه أي منحفني كذلك أعتقد خالد أمر برضو كذلك فيه أكتر من اللعيب حصل معهم نفس الموقف فشمعنا الكابتن عبدالله السعيد اللي هيتعامل معه كده لكن هناك فيه توضيح مهم وإحنا ممكن نكمل التصريحات لما اتكلم الكابتن عبدالله السعيد وقال الأهلي فعل كل شيء لتدمير مستقبلي وبيقول لا أعتقد أنني قد أخطأت في حق الأهل برضو دي وجهة نظره أنه هو ما أخطأش في حق النادي الأهلي يعني بخصوص إيه؟ بأنه هو راح مضى لنادي الزمالك وكان ناقص في عقده وخلاص عقده ويخلص آخر الموسم هنا السؤال بس للكابتن عبدالله برضو إحنا محتاجين توضيح في الحتة دي هو يا جماعة مش أي نادي تبقى لللواح والقوانين أي نادي بيرغف تعاقد مع أي لعب عقده بيقترب من الانتهاء في المدة القانونية اللي هي آخر ستة شهور بيروح يوم دي كده وخلاص ولا فيه يعني حاجات معينة لازم يعملها أو خطوات معينة لازم يعملها إيه هي خطوات؟ أول حاجة إبلاغ النادي اللي هو بيمتلك عقد اللاعب واللي مثلا متبك فيه ستة شهور يعني كان لازم النادي الأهلي يعرف هتقولي الكلام ده ما بيحصلش في مصر لايش دعوه بقى بيحصل بس لحنا نتكلم على الأسس الطبيعية اللازم يعني تتبع تبلغ النادي وتبلغ اتحاد الكوره هل نادي الزمالك أبلغ النادي الأهلي أو حتى عبدالله أبلغ النادي الأهلي إنه مضى لنادي الزمالك؟ لا بل كمان بالعكس كان بيتسئل عبدالله سعيد في التوقيت ده لو أنت في نادي تاني أنت موقع معه قل لنا وخليك واضح معنا ما فيش أي مشكلة كان بينفي عبدالله سعيد إنه مضى لأي نادي أيا كان إيه أسبابه؟ إحنا للوقتي بنختلف مع عبدالله في وجهات نظر أو في ثوابت مهمة جد طيب هل نادي الزمالك سعيتها؟ أو عبدالله راح أبلغ اتحاد الكوره بأنه هو مضى لنادي الزمالك؟ لا ما حصلش هل عبدالله سعيد مضى لنادي الزمالك في الفترة القانونية اللي هي آخر ستة شهور؟ أشك أشك وممكن خلي بالك البعض يتفق أو يختلف يقولك بس ده بليه الأهلي رجعوا ومضوا وبعد كده عرضوا لبعد دي بقى وجهات نظر فيه ناس تتفق عليها والناس تختلف فيقولك الأهلي عنده حق والأهلي عنده حق أنا مش هتكلم عن حتة دي تمام؟ لكن أنا هتكلم في أني ليه الأهلي بيعمل كده مع عبدالله؟ هل يعني كد في عبدالله؟ أو محاولة زي مع عبدالله بيقول لتدمير مستقبل اللاعب؟ طبعا لا الأهلي يا جماعة مضى عقد سلاسي ما بينه وما بين عبدالله السعيد اللي عابد نادي الأهلي في هذا التوقيت ونادي أهلي جد العقد السلاسي ده بي نص على إيه؟ أو من ضمنه بنوده إيه؟ أن أنت دلوقتي كلاعب رايح التحدي أو أهلي جده في التوقيت ده بس أنا أحاطت بند في العقد أنك ما ترجعش على أي نادي مصري غير لما تدفع 2 مليون دولار على ما أتذكر في التوقيت ده 2 مليون دولار ومضى عبدالله ومضى أهلي جده ومضى النادي الأهلي عقد سلاسي معروف للجميع إيه اللي حصل ساعتها؟ حصل تحايل على العقد ده وتلاعب بمعنى إيه؟ بمعنى أهلي جده ساعتها قالوا لك إيه عبدالله إحنا وكان إحنا عارفين مين اللي كان في القصة وإزاي يقدر أنه ينقل عبدالله من أهلي جده البيراميجز الكلام من ده وما يتنفس الشروط العقد فكحيلة من الحيل إحنا نعمل إيه؟ إحنا نتحايل على البند الموجود إنك ما ترجعش مصر غير لما تدفع 2 مليون دولار للأهلي ده لو أنت حتنتقل بقى إيه؟ ده تبقى لو وجهة نظرهم لو أنت حتنتقل في بيع لا إحنا يا سيدي مش هنبيعك إحنا هنفسخ عقدك طب هو هنستفاد إيه أهلي جده؟ هل ترك اللعب في ريه؟ هل حد ممكن يسيب عبدالله سعيد؟ بكمته وقمته وإمكانياته العظيمة في الملعب ومن أبرز اللعبين في تاريخ مصر من وجهة نظري هل حد يقدر يسيبه ببلاش؟ طبعا لا بس ده تحايل حصل على العقد طيب الأهلي مفروض يعمل إيه جماعة؟ عشان برضو الدنيا تبقى واضحة هل الأهلي يسيب حقه كده؟ ممكن بقى تتعاطف ما تتتعاطفش مع عبدالله كلام من ده مش ديك قصة بس القصة أن أنت لك حق لازم تسعى أنك تجيبه من وجهة نظرك شايف أنه ليك حق فلازم تخش وتاخد كل خطوات التقادي عشان تجيب حقك الأهلي ليه حق إيه؟ من وجهة نظره 2 مليون دولار لو الأهلي ما سعاش أنه هو يجيب حقه ففيها جماعة جهات رقبية هترجع عن نادي الأهلي أنت دلوقتي العقود بتاعتك وريني موضوع عبدالله السعيد ده أنت أخذت كل درجات التقادي عشان تجيبه الـ 2 مليون دولار بتوعك ولا عملت إيه؟ لو الأهلي قال لا فالأهلي بيتسئل الجماعة الأمامية للنادي الأهلي هتسأل المسؤين في النادي الأهلي أنت فين الفلوس دي؟ الـ 2 مليون دولار ده أنت استغنت عنهم ليه؟ تمام؟ فطبيعي جداً أن النادي الأهلي يعمل إيه؟ يسعى أنه يجيب حقه ومركز التسويق والتحكيم أعتقد أوجهات يعني المنوطة بالحكم في القضية لزي دي؟ آه مركز التسويق والتحكيم أقرب أن الأهلي ليه حق 2 مليون دولار طبعاً بقى هل فيه استقناف؟ ما فيهش استقناف لنسمع المحامين بضع عبدالله السعيدة وتصريحات كتير وكلام من ده ما نعرفش الأمور ماشية إزاي؟ لكن المؤكد يا جماعة أن الأهلي مش بيدمر مستقبل عبدالله الأهلي بيدافع عن حقوقه الأهلي بيدافع عن حقوقه